يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني إن أولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا أنه والحبيب والورى يشهدني إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدنا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مع اللقاء الثاني والعشرين بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الخامس من صحيح السيرة كانت هناك بطولات لشك في حنين ذكرت قبل ذلك حتى من بطولات النساء ما كان من أم سليم جرح خالد بن الوليد وكان على الخيل يعني كان هو قائد الخيل في حنين فجرح خالد وعلم النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل عن رحل خالد بن الوليد أين رحل خالد؟ قال وكنت قد يعني أغلام احتلق محتلم يعني ما زال بالغا حديثا يعني لم شاب صغير قال فكنت أمشي بين يديه بين يديه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقول ينادي يعني أين رحل خالد بن الوليد؟ أين رحل خالد بن الوليد؟ قال حتى ذهبنا إلى رحل خالد فالنبي عليه الصلاة والسلام وجد خالد في جانب من الرحل وقد جرح جرحا شديدا نبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى خالد ونفث في جرحه فبرأ خالد رضي الله عنه في الحال نبي عليه الصلاة والسلام أنزل خالدا منزلته بعد إسلامه وكونه جعله على الخير أي على كتيبة الخير في غزوة حنيني إلا من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزله منزلته وأيضا لبراعة خالد بن الوليد رضي الله عنه وهناك كما ذكرت حدثت بطولات كثيرة من ذلك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وحديثه في مسلم وغيره يروي لنا أنهم في حنين وهم في وقت الضحى أو يتضحون يعني جلسوا لأكل الطعام فجاء رجل على ناقة له فأناخها وقيدها ودخل فيهم وأخذ ينظر إلى جيش المسلمين قال وكان فينا ضعف يعني يقصد قلة في الظهر في الخيول وفي الإبل ومنا من كان حاسر الرأس يعني بالمعنى يعني أخذ يراقب ويسجل ثم قام وأخذ ناقته ومضى فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال اقتلوه أمر بقتل هذا الرجل لأنه كان جاسوسا جاء يعني يطلع على ما عند المسلمين ويذهب به إلى هوازن فقال اقتلوه وكان الرجل قد انصرف وأسرع في مسيره سلم بن الأكوع رضي الله عنه مشتهرا بسرعته مشتهرا بسرعته وله حديث في ذلك فصار خلفه وعدى خلفه حتى استطاع أن يمسك بناقته فأناخها وقتل الرجل الجاسوس هذا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قد قتل الجاسوس قال من قتله أو قتل الرجل يعني العين يعني لم يكن يسمى جاسوسا يسمى عين قتل العين والجاسوس يعني من قتله فقال سلم بن الأكوع أنا يا رسول الله قال فلك سلبه أي خز ما كان معه من ناقته ومن سلاحه وهذه لا شك بطولة إذ أن سلمة رضي الله عنه يذهب بمفرده وهذا الرجل كان معه واحد أخر يذهب بمفرده فينفذ أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويعود وأيضا من البطولات في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث سه ابن الحنظلية عند أبي داود وغيره قال في الحديث قال من يحرصنا الليلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحزيج جاءته الأخبار بأن هواز استعدت بجيش كبير وبسلاح كثير وخيول ونق وكذا كان عددهم كبيرا كما رأينا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يعسكروا وينتظروا في المكان لكنه خاف أن تأتي هوازا في أثناء الليل يهجمون على المسلمين فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يحرصنا الليلة فقال رجل وهو أنس ابن أبي مرثد الغنوي ربما الكثير من لا يعرفه هذا الصحابي رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله قال اذهب فأتي بفرسك فجاء ركبا فرسه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حرصنا الليلة ولا نؤتى من قبلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم ولا نغرن من قبلك يعني نأخذ على غر فقال قف هذا الشعب حتى ينظر إلى القادم وحرصنا وأوصاه أن لا يغفل وبالفعل قام أنس ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه بمهمته خير القيام رجل بمفرده في الليل وفي الظلام يقف في شعب بين جبلين ويعلو هنا يصعد هنا وينظر ويصعد هنا وينظر ولم ينم حتى لا يؤتى المسلمون فجأة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبحوا فركع ركعتين وسأل ما أخبار فارسكم أو هل رأى أحد منكم فارسكم فقالوا لا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فثوب للصلاة لصلاة الصبح أقيم أذن وأقيم لها وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان القبلة افتجاه الشعب وكان يلتفت النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء صلاة أن ينظر إلى الشعب ينظر إلى الشعب حتى انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال إن فارسكم قد أتى أو سيأتي ولم يكن قد رأوه بعد فإذا بأنص يأتي بالفعل من المكان الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلت هل تركت مكانك فقال لا يا رسول الله إلا لصلاة أو لقضاء حاجة يعني ظللت واقفا أحرص طوال الليل ولم أترك مكان الحراسة إلا لصلاة الصلاة ستكون في المكان في المكان أو لقضاء حاجة وقضاء حاجته السريعة من بول وغيره ولكنه ما ترك مكانه الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم فيه طوال الليل وهذه بطولة لو تخيلت الظلام والأعداد الكبيرة من هوازن فأي أحد لو رأى يعني يطعنه برمح أو يلقي عليه سهما أو كذا لكن الرجل قدم حياته ووقف ليحرص النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين فالنبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عمله هذا وقال كلاما ما معناه إنك إن لم تفعل غيرها فقد كفيت أو قد كفى ما قدمت يعني هذا ما قدمته الليل من حراستنا وهم نائمون مسلمون نائمون وأنت الذي قمت بحراستنا بمفردك ولا أحد معك فهذا يكفيك لم تفعل شيئا بعدها وهذا من ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابي رضي الله عنه الذي قلت ربما الكثير منا لا يعرف حتى حتى اسمه أنس ابن أبي مرثد الغنوي سريعا كما قلت تحولت الهزيمة إلى انتصار وفر هؤلاء من هوازن بكثرة عددهم وتركوا خلفهم كل شيء كل شيء حتى النساء والأطفال وكل شيء تركوه خلفهم ولعلك تتذكر الحمار الذي أشرت إليه من قبل الذي كان بين دريد بن الصمة وبين مالك بن عوف وأن دريد حذر مالكا وهو زعيم الحرب حذره من أنه لو هزموا فستضيع النساء والأبناء واضيعوا كل المال لكن مالكا الحقيقة تصرفا ليس بصائب كيف لمقاتل أن يأخذ كل شيء في قبيلة ومن بلده كل شيء كل الأغنام كما سنرى في الأعداد الآن وكل الإبل وكل النساء وكل الأطفال وكل الخيول يأخذ كل شيء ويحسب أن هذا سيجعل الناس لا ينهازمون فقد قال له دريد قال إن المنهازمة لا يولي على شيء يعني لا يرد وجه المنهازم شيء كما قال له دريد لكن مالكا تصرف هكذا فروا وطركوا كل شيء وراءهم وكتب السير بتذكر أرقاما للغنائم أرقاما كبيرة جدا فتركوا 24 ألفا من الإبل وهو رقم رقم كبير رقم كبير لكنهم كانوا فوق الثلاثين ألف يعني العدد الهوازن وتركوا أربعين ألفا من الأغنام أيضا هو رقم كبير وأربعة ألاف أقية من الفضة وستة ألاف من الرجال ومن النساء ما في أسر كل هؤلاء وتركوا أطفالا أطفالهم الصغار فانظر إلى عدم حكمة القائد حكمة القائد تؤدي إلى نجاح أمة وحمق القائد أي رجل بمفرده يؤدي إلى هلاك أمة فكذلك رأينا يعني عدم الاستماع إلى نصيحة دريد أدت إلى ذلك وكل ذلك صار من غنائم المسلمين حتى كما قلت حتى النساء يعني حتى لما فروا تركوا النساء خلفهم وفر مالك ابن عوف وتحصن بالطائف وفر معه الباقون وبإذن الله نستكمل الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله هو قدر أكتفي بهذا وصل لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راميا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فياوما للمدينة سائرا نعم والحبيب والورى يشهدني ترجمة نانسي قنقر